بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين عما بعد أحباب مع الدرس الرابع من مادة الدراسات الإسلامية قسم التوحيد للصف الخامس الابتداء على الفصل الأول المنج الدراسي الجديد الدعوة إلى التوحيد مهمة التوحيد وما فضل التوحيد هو ده موضوع الدرس اللي احنا نتناوله بالشرح الأمر بالدعوة لقد أمر الله تعالى بالدعوة إلى التوحيد الذي هو الطريق الموصل إلى الله تعالى فقال تعالى اده إلى سبيل ربك بالحكمة والمواذة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فعلينا أن نهتم بالدعوة إلى الله تعالى حرصا على هداية الناس إلى الطريق المستقيم علينا أن نهتم بالدعوة إلى الله تعالى حرصا على هداية الناس إلى الطريق المستقيم جاء في الآية السابقة سلاسة أساليب للدعوة هي فما هي ادعو إلى سبيل ربك به هو الحاجة الحكمة تاني شيء الموعظة الحسنة سهل الشيء الجدال بالتي هي أحسن يعني نتنعيش معاهم بالطريقة الجيدة بدون تعصب وبدون زعل الحكمة الحكمة الموعظة الجدال بالتي هي أحسن أهمية الدعوة والتوحيد اللي أنا قلت لكم هو ده موضوعهم وفضله هو ده اللي وسألني فيهم في الأول شامل ما نقوله قلنا قلنا أن التوحيد هو أول ما دعت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو عليه وسلم وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل بالدعوة إلى التوحيد عندما بعثه إلى اليمن فقال له يا معاذ فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالي أول شيء لو وحدوا الله قلهم بقى فيه صلاة لو وحدوا الله تقولهم فيه زكاة لو وحدوا الله تقولهم فيه صيام لو وحدوا الله تقولهم فيه حج يبقى أول شيء يوحد الله لو ما وحدوا شيء مع أبو شامل حقا تاني يبقى ديء دليل على أهمية التوحيد اللي الرسل كلهم لما جاءهم ولقد بعثنا في كل أمات رسولا عالوا عبودوا الله واجتلبوا الطابو وسيدنا معاز لما راح اللي بقال له إيه أول ما تدعوم إليه أن يوحدوا الله تعالى تاني شيء من فضل التوحيد وعميته أن له لا أحد أفضل ولا أحسن ممن يدعو إلى الله تعالى يدعو إلى التوحيد قال الله تعالى ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله ويعمل صالحا دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إلاني من المسلمين تفاخر بإسلامه يبقى الدعوة إلى الله يعني دعوة إلى التوحيد ويعمل صالح ويقول لمسلم قال لكل من اهتدى إلى خير فلدعي مثل أجره يعني هو يصلي أنت تاخد حسنات هو يصوم أنت تاخد حسنات أولاده يصلي أنت تاخد حسنات قال صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدل على خير فله مثل أجر فاعله ولا يوقف ذلك من أجر الفاعل ماشي إذا أنت تدليت واحد علمت واحد القرآن كل ما يقرأ أنت بتاخد سواه علمت واحد يصلي كل ما يصلي أنت بتاخد سواه الدعوة إلى الله تعالى ثلاث حاجتهم أول ما نذكر بهم تاني لوحد الله أول ما دعت إليه الرسل ثاني شيء أنه أفضل ولا ما فيش أفضل ولا أحسن ممن دعي إلى الله أنه كل من اهتدى فلداعي مثل أجره الدعوة إلى الله تعالى تقول بالعلم كل مسلم يدعو إلى الله تعالى بحسن ما عندي من العلم والمعرفة بالدين حتى ولو آية بلغوا عنه ولو آية قال الله تعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله يعني هذه طريقي بس تدعو إلى الله عزي بقى على بصيرة أنا ومن اتبعني يعني أدعو الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو واللي يتبعه يدعو بس يكون عن علم ما يقولش حابة غلب ما تعلمش الناس خطأ يبقى إيه كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ألا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يبقى يلفع نفس الشرك ويتفاخر بأن هذا الطريق بندعو إلى الله على بصيرة العلم الصحيح وأنا ومن اتبعني عن رسول صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه من المسلمين حتى الآن هنا بقى أذكر مثالين على ما يمكن أن أقوم به في الدعوة إلى الله تعالى في حدود علمي وقدرتي مثلا إيه أعلم السائق الصلاة أنت تعلمت الصلاة صح أعمل أي كمان معلم الخادمة كراءة الصور القرآن التي تعلمتها وحفظتها أحفظها لي أنت كده بتاخد شواب عظيم تعمل أي كمان من أعرفه إلى من أعرفه من 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 أعرفه من غير المسلمين للدخول في الإسلام يعني أقول له أسلم خش في الإسلام هذا أيضا شيء جميل لو أنت مثلا عندك واحد خدمة أو شواء وبيسمعوا كلامك دخلهم في الإسلام بقى أحببهم في الإسلام أنصح أخوتي بالصلاة وأعلمهم أخواتك الصغار أخوات الصغار أخواتي الصغار وأعلمهم الصلاة أحفظ أحفظ أختي الصغيرة صورة الفاتحة أعلمها الوضوء أشياء كثيرة أعلمها ذكر الله ونكتفل بيديوهات لكي لا نطول هذه بعض الأشياء التي ممكن لعملها أحدات كثيرة في أشياء كثيرة بس لكي لا نطول سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر يوم غزوة خيبر النبي قال لعلي بن أبي طالب زوج ابنته وفاطمة قال له فوالله لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من أن يكون لك حمر النعم يعني لو واحد دخل على إيدك وبقى مسلم في الإسلام أحسن ما يكون عندك أفضل عنواع الإبل لو كل إبل الدنيا عندك ولتدخلت واحد في الإسلام هذا الثواب الذي ستأخذه أفضل من هذا لأن هذا سيزول أما أجر من دعوته فسيكتب لك وسيكون سبب في دخولك الجنة أما الإبل هتروح على ما يدلو الحديث يدلو على فضل الدعوة للإسلام فضل الدعوة إيه؟ للإسلام لغير المسلمين يعني اللي هم حتى يدخلوا فيه يبقى إنت لو دعيت واحد غير مسلم وخليته دخل يا السلام خير لك من الدنيا وما فيها في حديث تاني وخير لك من حمر النعم هذا الحديث وخير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت هذا حديث آخر يعني من كل الدنيا يبقى إيه؟ وكت كون اقتضيت بالرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي أدعو لله على بصير أنا ومن اتبعني طيب نروح بقى أكرأ الآية الآتية ثم أضع خطا تحت الأمر بالدعوة إلى الله تعالى نأخذ الألم بس قبل ما نروح ونروح قال الله تعالى لكل أمة جعلنا من سكلهم لاشكوه فلا ينازع لك في الأمر وادعو إلى ربك وادعو إلى ربك هذا الخط إنك لعلى هدى مستقيم يبقى هنا الأمر بالدعوة إلى الله تعالى حتى إذا تحت الخط تمام كنا أبطال أرجو وأن لا تبخلوا عليها بالاشتراك في القناة والدعاء ويرسلها لأحبابكم وأقريبكم القناة عليها كل ابتدائي ومتوسط إسلامي أعدد ثلاثة من الأمور التي تدل على أهمية الدعوة إلى التوحيد طيب أنا أطلع كده الفوق شوية عشان أكتبهم إلا في الحتة الواسعة من الأمور من الأمور من الأمور ومتوسط أول حاجة رقم واحد التي تدل على التوحيد أول ما دعت إليه الرسل هذا أول أول شيء سيقوم بقى الواحد التوحيد هو أول ما دعت إليه الرسل تمام وقد قال الرسول ده تفصيل صلى الله عليه وسلم لنعاد عندما بعثه لليمن ليكن ليكن أول ما تدعوهم إليه أول شيء تدعوهم إليه أن يوحد الله أن يوحد الله تعالى على فكرة التي تدعوه أول ما دعت إليه الرسل تدعوه أن يختصر لن يختصر لن يختصر يقول الإجابة اللبوزاجية دي الشيء الثاني رقم اثنين لا أحد أفضل ممن يدعو إلى التوحيد إلى التوحيد الدليل والدليل هو دي بن عدي بزيادة والدليل قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إلني من المسلمين لا أحد أفضل ممن يدعو إلى التوحيد والدليل قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أن كل من اهتدى إلى خير إلى خير أن كل من اهتدى إلى خير فلد داعي مثل أجر مثل أجر الحديث من دل على خير فله مثل أجر مثل أجر مثل أجر الحديث وهنا أقول له الحديث لكي نختصر بعد نذهب بعد ما المراد بالبصيرة ما هي البصيرة أقول له العلم الصحيح البصيرة هي العلم الصحيح أخلى لون تانا لكي تلخبطوش العلم الصحيح ما أول ما دعت إليه الرسل الكرام التوحيد التوحيد ولكده نكون خلصنا تبخلوش عليها بالدعاء الجميل لايك الاشتراك في القناة رسال القناة للزملاء على اسلامية لغتي معارض حياتية رياضيات علوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته